هل هو الحل؟ يتساءل أحد المتابعين ويقصد بذلك قانون الترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب وذلك بالتمديد فيه ليكون سن الإحالة على التقاعد إجبارياً في 62 سنة واختيارياً في 65 سنة ومن أعمالهم موصوفة بالمنهكة والمخلة بالصحة تكون إحالتهم على شرف المهنة عند بلوغهم 57 عام قضي الأمر إذن بعد تفاوض دام لثلاث سنوات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والهدف حسب الحكومة هو حل أزمة الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز وتراكم ديون وحديث أنها باتت على حافة الإفلاس وحجم عجزها تجاوز لـ 1080 مليار فالصندوق الوطني التقاعد والحيطة الاجتماعية مثلاً يصل حجم عجزه الشهري لـ 100 مليون دينار وتساهم الدولة بصفة استثنائية لضمان تسديد أجور المتقاعدين في أجالها بقيمة تتراوح بين 80 وـ 100 مليون دينار شهرياً فهل سينهي الترفيع في سن التقاعد أزمة الصناديق الاجتماعية؟ سؤال يجيب عنه أحد المراقبين فيقول أن الحل غير مكتمل خاصة حول تأثيراته في بعض القطاعات ويتساءل عن مردودية الموظفين وما الذي سيضيفه موظف للاقتصاد الوطني في سن 62 سنة؟ والحال أن حوالي المليون عاطل عن العمل ينتظرون فرصهم في القطاع العام أو الخاص وبعضهم فقد الأمل كثيرة هي الأسئلة أما الأجوبة الحكومية فيبدو أنها لم تقنع البعض وزدتهم قناعة بأن هذا القرار لن يزيد إلا من الاحتقان الاجتماعي قرار ربما يزيد في الاحتقان الاجتماعي وظهر أنه الجامعة العامة للنقل قررت أنه سيكون هناك حركات احتجاجية تصعيدية ابتداء من هالذين رحبوا برشا بالسيد بشير مجدى عن اتحات تونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لمسألة بك وشكراً على قبول الدعوة رحبوا أيضاً بالسيد كمال مدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعي أهل وسهلا بك كاسي كمال وشكراً على قبول الدعوة قبل أن نجي وطول المسادقة على هذا القانون فقط نحب أن نرجع بالله إلى رقم عدم المسادقة عليه قداش خسرتنا عدم المسادقة على قانون السنة تقاط هو الرقم اللي معنتها سبب فيه تأخير الرقم الجملي كان في حدود 530 مليار لكن التدارك أن تمريره الآن تقريباً العائدات مش تكون في حدود نصف سنة لأن الترفيع في المساهمات المحمولة على الدولة بـ 2% ستكون مباشرةً بدخول القانون حيث التنفيذ والترفيع الإجباري في السن سيكون بداية من أول جويلة لمن سيبلغون سن التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين جويلة هذه الإجراءات مجتمعة ستوفر تقريباً 280 مليار لفائد الصندوق الواطنية للتقاعد في حيث الاجتماعية ولكن 2020 وقت يوصل مع التطبيق الكامل لـ 3% نسب المساهمات فيه 2% الدولة و 1% الأجير والتطبيق الترفيع بسنتين إجباريتين في سن التقاعد بسنتين العائدات ستكون في حدود 800 مليار ثم يرتفع هذا الرقم في السنة الثالثة الموالية إلى تقريباً حوالي 1054 مليار وحنا اللي عجز الكله 1800 مليار بالنسبة للسنة نعم هي احتياجات السيولة الإضافية يعني غير الموارد الأصلية بتاع الصندوق اللي يأخذها كل شهر من المساهمات الصندوق قبل هذا الإصلاح يعني في سنة 2019 يلزم 1800 مليار طيب هم ما يعملوا شيء من 280 اللي بشي حصلوهم طوى في آخر العام ما مش حاجة كبيرة لا وش نقول لك سمحني بالنسبة لل 1800 مليار ستنزل إلى 280 مليار كاحتياجات سيولة بعد أولاً الترفيع في المساهمات كما قلت المحمولة على الدولة بثين بالمياء ثانياً الترفيع في السن بداية من جويلة لأنه تعرفوا أنه كل ما الصندوق يصير مع التأجيل في خروج الناس للتقاعد يربح على مستوى عدم صرف جيريات وأيضاً فرض مساهمات على الناس اللي قاعدت تخدم ثم التخلي عن سياسة الاعتماد الجبائي اللي تعرفوه أثار الضجة كبيرة على مستوى قانون المالية والعودة إلى السياسة النشيطة في الزيادة في الأجور والترقيات وهذوم الكل ساهموا في توفير عائدات مالية إضافية للسندوق الوطني التقاعد والحيط الاجتماعية كنزيدوها للعائدات المنتظرة للإصلاح خلال الفترة الأولى من جويليا إلى نهاية السنة تصبح معناتها احتياجات إضافية للتمويل فقط معناتها في حدود معناتها 280 مليار طيب هذا يشرح أولي ولكن خليني طوى سؤالي على هذا القانون هو معتش مشروع قانون تم تصويت عليه كثير من من انتقد هذا القانون وقال هذا يندرج في إطار الحلول الترقيعية التي تعتمدها الدولة دائماً كما الزيادة في أسعار المحروقات اللي هو يعتبر حل ترقيعي وسيزيد التينابلة ويزيد أجج الاحتجاجات تجاه هذه القوانين لأنه مسألة الصناديق الاجتماعية وعجز هذه الصناديق موش بشي حلها مثل هذا القانون اللي هي زيادة بنسبة 300 مستوى المستوى الاجتماعية وأيضاً 62% على مستوى التقاط غير المخلفات بتاعه اللي في مقابل بشي خلق نسبة بطالة على مستوى الشباب بالنسبة للقطاع العام وأيضاً للقطاع الخاص إذا كان بشيق على تطبيق هذا القانون توجيه مع سيباً جير بعد شوية عليش هذه الحلول الترقيعية مش النظرة في العمق لمسألة عجز الصناديق الاجتماعية مسألة التسيير مسألة الفورم نفسها متاع الصناديق اللي ربما ما عاش تمشي مع المجتمع المجتمع بتاعنا من أن واحد يعمل تشخيص في العمق لهذه الصناديق خير من لي المسألة مجرد زيادة في سنة تقاعد ظنر من أن هذا بشي حل المشكل شكراً على سؤال أولاً صار تشخيص في العمق وصار تقريباً عمل مستمر ودقوب مع الأطراف الاجتماعية في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية تعرفوا كلكم اللي تونس معانتها العلاقات الاجتماعية كانت منظمة أو لازلت منظمة بالعقد الاجتماعي اللي نصف أحد محاوره على المحور الحماية الاجتماعية على المراجعة الشاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية تم تشخيص واقع السنديق الاجتماعية وواقع نظام الجيريات خاصة في القطاع العمومي والقطاع الخاص ضمن تشخيص مشترك بين الاتحاد العام تنسي للشغل واتحاد تنسي للصناعة والتجارة والحكومة الحكومة تقدمت في إطار أعمال هذه اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بتصور شامل يشمل معنتها مراجعة شامل لمنظومة الجيريات ولكن بتبع مقتضيات التفاوض والتوافق حول الحزمة الأولية من الأسلاحات أفضت إلى اعتماد مشروع القانون الذي ينص على الترفيع في السنة على الترفيع في المساهمات المشروع القانون أو القانون الذي صادق عليها مجلس النواب لا ينص فقط على الترفيع في السن أعرف لماذا تم التركيز فقط على التركيز الترفيع في السن إنما على التمديد في سن التقاعد على الترفيع في المساهمات على المحمولة على الدولة سنة 2019 ثم على الأجير بـ 1% سنة 2020 ثم إقرار أحكام مالية على مستوى القانون تنص على تدخل الدولة للتعويض عن الخسارة التي قد تحصل للصندوق الوطني التقاعد حيث الاجتماع عن أي إجراءات تتخذها الدولة في مجال اجتماعي أو اقتصادي إلى جانب تنظيم حوكم مالية على مستوى استخلاص المساهمات المتخلدة لدى الوزرات والقطاع العام بإقرار خطايا تأخير على الدولة لأول مرة إذن هذه حزمة أولى وكما تم تقديمه في مدولات مجلس نواب الشعب هي إجراءات أولية ضرورية هامة جدا حتى على مستوى العائدات المالية توراو أن احتياجات سولة في 2020 ستنخفض إلى تقريبا 60 مليار في السنة وين كنا وينصبحنا مليكان العاجز معنا أو الاحتياجات الإضافية للتمويل لدفع الجريات المتقاعدين فوق الـ 2000 مليار ينزل هذا الرقم تقريبا إلى 60 مليار في السنة 2020 وقت لكي تبقى الإصلاح في كلية ولكن هذه الإصلاحات على أهميتها على أهمية العائدات المالية متاحها تبقى غير كافية لاستعادة التوازن المالي لأن المعايير الدولية الجارية بالعمل في هذا المجال تنص على أن يجب أن تكون السنديق لتدفع الجريات لها احتياط يعادل تقريبا 36 شهر من دفع الجريات يعني أن ماتلاد سيكوريتي هامش كبير من الأريحية على مستوى توفير دونك السيولة المالية للصندوق الوطني للتقاعد وحيث الاجتماعية هي إجراءات أولية ضرورية ولكن غير كافية ولكن لأول مرة في تاريخ تونس في أنظمة التقاعد يتم التطرق إلى مقاربة الإصلاحية في نظام التقاعد في أكثر من ثلاثة إجراءات ومنهجية وبداغوجية الإصلاحات تقتضي التدرج والمرحلية ومراكمة هذه المنجزات لأن الناس كل واعية كحكومة وكأطراف اجتماعية أنه مش معقول لنحلوا أزمة السناديق الاجتماعية في سنة واحدة يجب أن تكون الإصلاحات توفق بين المحافظة الحقوق المكتسبة متع السيد المتقاعدين دون المساس بهم مع ضرورة أن تكون إصلاحات متوازنة عادلة أيضا بين الأجياء لأن النظام في تونس نظام توزيعي من نظام التقاعد يقوم على أن النشطين اليوم يخدم بشيء أول متقاعد حافظ بشير ساحوني وين وهذا من مثلا مسألة تهرم السكاني التضخم عدد الموظفين ينظرها فهمة بلون داسين يسمونه بشي تعمله ولا لا الخلال الهيكلي في السناديق ينظرها طوام منذ تأسيسه السناديق لماذا تمشي معنا لماذا تمشي مع الموظومة الاجتماعية متاعنا ولا لماذا تمشيش التشخيص الذي أنت حكيت له النقاط هذو لماذا في التشخيص هذا؟ هو التشخيص هذا أول محور في الوثيقة الرئيسية اللي كانت محل توافق وتم اعتمادها لتشخيص عجز أنظمة ضمان اجتماعي قسمت الأسباب إلى أسباب ذاتية أو تتعلق بخصائص نظام التقاعد وأسباب موضوعية أسباب موضوعية نعرفها لكل تهرم السكاني نعطيك رقم وقت تم سن نظام التقاعد في سنة 85 سينر بيس كانت تخرج كل عام 3100 متقاعد اليوم تخرج 20 ألف متقاعد في العام؟ في العام نعم المؤشر الديمغرافي نظام التقاعد في تونس هو نظام توزيعي كما قلت النشيط يمول جراية المتقاعد يعني المعادلة كانت في 85 ستة نشيطين في القطاع العمور يمولوا في متقاعد اليوم 2.47 نشيط فقط يمول في جراية متقاعد يعني اختلال المعادلة الديمغرافية اختلال مؤشر الديمغرافية حتى في سيني سيس نفس التحولات والتغيرات الديمغرافية تفضي إلى ضرورة معناتها ارتفاع مؤمل حياة هذه حاجة إيجابية مؤشر تنمية بشرية جيد ولكن من ناحية موضوعية علمية عنده كلفة على مستوى أنظمة التقاعد أيضا طبعا ندخل إلى نظام التقاعد نظام التقاعد في القتاع العمومي من أكثر الأنظمة سخاء في العالم نعطيك مثلا في ما يتعلق بكيفية الأجر المرجعي لإحتساب الجراية في التقاعد نحسبه على أرفع أجر أخذها الموظف خلال السنتين متتاليتين يكفي أن يكون المصارى متاعه عادي في آخر حياته تصير جيد طرق حاجة بها يتحسب على أجر نعم سقف الجراية يصل إلى 90% التنفيل عنا اليوم أكثر من 40% من متقاعد الوظيفة العمومية اللي غادروا دون سن الستين ويتمتعوا بالتنفيل مثلا الأسلاك النشيطة الحماية المدنية الأمن الديوانة بعض شركة النقل القطاعات مثلا الفرياميل هذو بالكل يخرجوا دون سن الستين ولكن الفترة التفسير مع الستين يتمتعوا بها كتنفيل معدل تنفيل بين سنتين وخمس سنوات يعني كأنهم خدموها فعلا وهذا يساهم في كلفة إضافية على مستوى الصندوق الوطني التقاعد الحيثة الاجتماعية ثم من ننسيوش زيادة بعض الخيارات الاقتصادية في سنة 2080 والزيادة اللي تصير للأكتيف يعني تكسحة وتعديل الجريات تعديل الجريات كل زيادة على مستوى النشيطين تذهب إلى المتقاعدين هذا الفصل 37 نعم لأثار جذل وتم تقديم فيه مقترح لإصلاح وبالتوافق على طرف الاجتماعي ولكن مجلس النوبة الشعب واللجنسة الاجتماعية تم التخلي عن هذا الفصل لذا قلت أنه تقديم تقريبا مشروع متكامل الإصلاح ولكن التصويت أفضل إلى هذه الصيغة ثم على مستوى أيضا قلت بعض الخيارات الاقتصادية مخطر إصلاح الهيكل في سنة 86 أفضل إلى تخلي الدولة عن جملة من نشاطات الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص طبعا هذا موان ديفيكتيف عند الـ CNRPS أقل منخارطين أقل مساهمات لصندوق الوطن للتقاعد وحية الاجتماعية هذا عمق الأزمة بتاع الصندوق الوطن للتقاعد وحية الاجتماعية المغادرة قبل سنة 60 نحن نقوله في دون السنة 60 هو تقريبا قريب يشتر من موظفين يغادر دون السنة 60 لتعدد الاستثناءات ثم حتى أقل مئة عسكرية يدخل عمره 20 يدخل تقاعد عمره 25 سؤال مهم طبعا أنت تحكي على الزيادة 2% ليس تدخل من المفعولة من الواحد جويل سؤالية راح نفسه والكلام يتقال المصاب نتوضحه يقول من المشاكل يعاني منها الصندوق التقاعد والحية الاجتماعية هي نقص السيولة بالأساس ونقص السيولة ناجم على أن الدولة مش قاعدة تدفع في المسايمات بتاحها والمؤسسات العمومية هي مش قاعدة تدفع في المسايمات مش تزيد تدفع 2% سؤالية راح نفسه ندرها قادرة مش توفرها ماذا سؤال واجه وذلك عليش بديد المداخنة بتاعي قلت لأول مرة تم تنصيص ضمن القانون اللي صادق عليه مجلس النواب على تسليط خطايا تأخير عن كل تأخير يصلت على الدولة وعلى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية اللي منخرتها في السينار بيس واللي تقص على الخدام وما تحيلش السينار بيس اليوم مش عاديك رقم عنا تقريبا ديون الصندوق الوطني للتقاعد وحيث الاجتماعيات تجاه الدولة 538 مليار تجاه بعد بس تخلصت 900 مليار تقريبا ولكن باش نوضح أنه هذه الديون تجاه بعض القطاعات اللي تعاني صعوبات هيكلية كشركة النقل باش من زادة من ننكروش الجهد اللي تبذل من طرف ميزانية الدولة لسنتين متتاليتين 2016 و2017 دخلت ب300 مليار ثم ب500 مليار كدعم مباشر لصندوق الوطني التقاعد وحيث الاجتماعي لدفع الجيريات أيضا المساهمة الاجتماعية التضامنية اللي تم إرسائها في إطار تنويع مصادر التمويل تم تحويلها مباشرة وكلها إلى السينار بيس والحال أنها على مستوى النص تخصص لتمويل السناديق الاجتماعية النظرين هي لتث سناديق ولكن يعني الأزمة الحادة خليتنا نحولها لسينا خلينا نجي شوي القطاع الخاص لأن القانون هذا ينسحب على القطاع الخاص في مرحلة أولى في مرحلة من بعد نعم بالنسبة للقانون اللي صادق عليه مجلس المباشر بيهم من خارج الصندوق الوطني للتقاعد وحيث الاجتماعية ولكن تم الاتفاق مع الأطراف الاجتماعية أنه تقريبا من ناحية البيداغوجية الإصلاحات والمنهجين متع الإصلاحات ما سيتم اعتماده هو نفسه هو نفسه على مستوى التدرج والمرحلية وطنبعد نرجع خطر ما تحكينيش على محتوى الإصلاح في القطاع العمور أكيد إذا كان على مستوى التدرج المرحلية هو نفسه ينتبق على القطاع الخاص كيفاش موقف اللي تحدد السيناعة والتجارة والسياعة التقليدية من هذا القانون هو اللي معمول بي بلكنني القانون كما قلت السينار بيس السينار بيس السينار سيجي إندوكري أمر نعرف نعرف ما وش قانون باش نرجو لسنوابي سلطانية معناها مش بشي عملو كالو باركور دي يكون بطالي اللي صار كل حال انا توكنت نسمع معاكم والحقيقة فهما في ورق كبار ياسر واللي قال لك عليهم حتى عمناوا لو اقتلع منك الان بورسان والان بورسان والمتهمية مليون اللي هما في الوسي نسي تصبوا مباشرة وقال اللي هو في السينير بيس معناها في الوسي دي اللي في القطاع الخاص ندفعوه ونزيدوا اللي حصل بهذا وش نحصل له به الوضعية متاعه هون صبول القطاع على السينير بيس هذا يدخل في النقاص متاع الحكمة اللي التفعل معاك هذي قلت انت لا 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 دخل رجع شفية هذا نسب بيامي مو قلت مخصصة لتمويل الصناديق الاجتماعية الثلاثة ولكن لضرورة توفير السيول للسينير بيس تم توجيه للسينير بيس ما فماش تنقف فماش تنقف فماش تنقف فماش تنقف فماش تنقف فم ثلاثمات مليون تلموا من العمال اللي تبعين ومباشرة لسين أر بيس هذا يظهر لي هذا المعلومة اللي عندي سمحني نوضح لك 300 مليون دينار عائدات سي أساس المساهم الاجتماعي تضامني في قانون المالية عم ناول هي نتيجة الأداء المصلت على المدخل الأشخاص الطبيعيين والشركات سواء في القطاع العموية أو في القطاع الخاص هم ثلاثة سنديق عشرين أزمة كل صندوق اللي عنده فلوس نرحل جاينام بعد على توزيع متاحها معقول تفاضلي كما تفاضلي مشير على كل باشين وماذا بينا الصندوق الكل تتحسن الأمور متاعا وماذا بينا نشيو حقيقة للأصل كيفاش الصندوق متاعنا وصلت لحالة هذه وماذا بينا يقع كيف كيف توازن ما بين السين أر بيس والسين أساس في كل شي مشكلة في الله السين أر بيس وصلوا لتسعين في المئة السين أساس ثمانين في المئة فقط السين أر بيس يخضرهم السنتين السنة الأخيرة أقوى أجر أقوى السين أساس يخضرهم عشر معدل متاع عشر سنوات عشر سنوات يعني فما أشياء اللي حقيقة المفروض نمشيولهم نمشيولهم مباشرة في إطاق الشفافية والعادلة الاجتماعية ونحن ما نشط ضد هذا متفقين ووقت المجهود يمشي على الطرف الأطراف الأخرى تقوم بنفس المجهود وزادة تتمتع بنفس الأمفيازات أعتقد مش لازم مش نرجع لأرقام الأرقام اللي قالهم طبيعة الحال أصحاها وإحنا في طب العقل الاجتماعي نحكيه وهذا العملية هذه بدأت من مارس 2018 نعم وعملنا كشف من دياغنوستيك متفقين عليه ثلاثة أطراف ولذلك كله هذا موجود تقوم بش نتعداه الهدف هو نكونه عادل هذا العجل والانياء ولكن الأسباب اللي ماذا بينا نرجع عليهم هما بل كل شي دي قلتهم الكل لما حويجة من قلتها شنكمل هلها كانوا هي الحوكمة أي الحوكمة كيف هي حوكمة لما الأخرين قلتهم مش لازم مش نعود نرجع عليهم لازم نرجع الحكمة والشفافية تضر حفظ وفعلا في طر الربط بالحوكمة والشفافية لما مثلا ديما أنا جبتها قبيلة وطوها عطيت لها إشارة مش نعود نرجع لها بأكتر تفاصيل لو يقول في القانون الجديد أنه في صورة ما تأخر الدولة معناها الوزارات والمؤسسات العمومية على التزديد فهم اختيار هكا ولا هكا ولا واضح كما القطاع الخاص كما القطاع الخاص أنتوا في القطاع الخاص بصفة عامة سين أساس إذا يوخر المؤجر معناها في تزديد اختيار آلية ما عنده ينهارب منها تهوا اللي قاعدين نشوفوه معناها في الوضع اللي عايشينه نسأل استيك اللي تهوا عندها المدر الإخرانية كيفاش الرئيس المدير العام قال أنا ماشي بيش قصة الضو أنا ماشي بيش قصة الضو من غدوة الحية ما شفناش مدير رامة عام تعستيك لأنه علاش لأنه الديون اللي عنده خلاة استيك وقفت الكل اللي لأن الدولة مش قاعدة تخلص هل غدوة الحية تهوا هي ما خلصتش الاصل تهوا بش زيت خلص اثنين في المئة ومعام الاختايا اعتقادي اللي تولي المسألة صعبة برشا خاصة وحن نعرف وضع المؤسسات العموبية ووضع العديد من الوزرات اللي قاعدين نشوفه فيه نحن في مرحلة معناها بالحق نقعد مفجوعين لأنها تهسب صفة عامة كانت عنده ثقة في الدولة وكان المواطن هو اللي نجم يتحايل على الدولة لكن الدولة ما تجمش تتحايل على المواطن تهوا اللي قاعدين نشوفه فيه تولى الدولة هنا تتحايل تتحايل بطريقة وبيخرى معناها تقول ما تخلصش وكان ولا غالب هذا كان الموضوع هذا كان الحال وكان بتاعك فعلى ذله وعليك وكان تصبر وهذا يدخل في الحاكمة والشفافية لأنه بحق مسئلة كبيرة برشا في الإطار هذا وعليش قلت لك الحاكمة والمساواة والشفافية والعادالة والكل هذم هدف كبير ياسر المفروض المفروض صندوق الضمان الاجتماعي استناديق نصبه فيها فلوس مش نجبدو منها أمريكان تصب لها عشرة وتجبد اثناش تفرغ راي صحيح في وقت ما تفرغ صحيح نخفى لسبيل المثال فما موظفين في المؤسسات وطنية اللي وقت اللي يدفع المساهمة متاحهم في الصندوق يرجعوها لهم تأخذ تفيش دوباي متاحهم تلقى جيراية متاعهم وتلقى روتوني سينة ساس يرجعو هالو ولا هم برسم هم برسم هذا أنا شخصيا نعتبره ومش معقول نقولك حتى مغارق كلا موظفين بتاع سينة ساس انت لا والله أفهم هل يتحب أنت لا مش نفهم الموظف من حقه كل اللي بيش ترجع هالو ودخل هالو في الأجر ويخلص عليها المؤسسة متاعه كيف تخلص خلص عليها وتحسب هالو حتى في الإجر معناها هو ما يتضرش الموظف ويزين مك الحق المكتسب وأكبر معناها مغالقة اللي عملناها هو الكريدي دامبو اللي قاعدين قسيوا فيه ذويك بالحاجات هالو مرهو بش نوصل الكريدي دامبو بالطريقة هذه أعتقد هذه حاجة مهمة خليج أنا بربي التفاعل مع سيحافظ على حكاية البناليتي دروتار أولا الفكرة سينوبل مبدأ عدم تمييز نعطيك المؤجرين في القطاع الخاص وإلا منشأة عمومية منخرتها في السينساس توخر عليها خطأ تأخير تونيسير عنا منشآت العمومية منخرتها في السينساس وعنا منشآت عمومية منخرتها في السينساس إش المعنى المنشآت العمومية منخرتها في السينساس محصنة ضدها غضايا تلقيير إش المعنى ما تدفعش لكن نكون هنا زيه وعملي رجالة السينساس تدفع في الجيريات كل شهر تقريبا 320 مليار تسائل للدولة المؤسسيات العمومية 538 مليار يعني ذكر أ 키هم للكل وفي غياب أي إصلاح لا تحل المشكل تخري 11 جيريات لكن في نفس الوقت هم الكوتيزازيو الفكرة سحاف خطايا تأخير هي فكرة ردعية أكثر منها معتها الرغبة في تحسين المساهمات لا القانون واضح فاس 9 من قانون 85 جيريات في القطاع العمومي في سينر بيس يقول كل مشغل دولة ولا جماعة عمومية حالية ولا بلدية ولا بلية كي تدفع الشهري وتقص الكوتيزازيو على الموظف تحيل هالي سينر بيس ما تحتفظش بها ولا ولدرج وفي القطاع الخاص بنال في القطاع الخاص بنال في صورة ما ما تقص عليها وما تدفعش تبشي تعدى قدام المحكمة تتخذ المحكمة جريمة جريمة تعتبر جريمة جريمة ما لا تجب توصل السجد بالضبط في القطاع العام لا الاجراء هذا جاء وضح حد لهذا التمييز ومطلوب من أي مقائم على تصرف في مؤسسة عمومية أو جماعة عمومية منخرطة في سينر بيس أنه يحترم القانون ويدفع هذه المساهمات في أجالها وكيما قلنا هذا لا يعفي من ضرورة أن الصندوق الوطنية التقاعد والحيط الاجتماعية مع تهجاد في استخلاص هذه الديون حتى زي ما ننسى وش روى السينر بيس بيدها مسائلة عند الكنام السينسيس مسائلة عند الكنام في 3449 مليار شنو ما مصيرهم أذوما والكنام بيدها مسائلة للقطاع الصحة القطاع العمومي للصحة 1200 مليار وتقريبا القطاع الخاص 95 مليار يعني يريد وكل الحلقة فما كل مكونات الحلقة الفضلة لو نعملوا إصلاح إصلاح تقاعد في القطاع العمومي إصلاح تقاعد في القطاع الخاص يؤثر إيجابا على نسق تحويلات الأموال والمساهمات من صندوقي التقاعد إلى الكنام الكنام تحول مستحقات الفرماسي سنترال والسبترات ونجم وشري والتجهيزات الطبية والأدوية في غياب إصلاح ما فماش تحويل المساهمات الحلقة نرجع من حلقة فضلة إلى حلقة سيئة أو حلقة معنتها تتوفر على كل عوامل معنتها إفلاس الصندوق الاجتماعية لذلك نرجع للإصلاح ونقول أنه إصلاح تقاعد في القطاع العمومي على الإجراءات التي ضمنها القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الشعب تعتبر إجراءات هامة جدا ولكن في انتظار معاذتها بإجراءات أخرى في القطاع الخاص سيناسيس جاين وإصلاح القطاع الخاص مقتضى أمر حكومي ولكن أنا معاك ثم إجراءات أخرى أقبل حدثنا لولا الحوكمة وشفة فيك مقال سيئسي بشير الحوكمة وشفة في سيئسي بشير يعرف أنه في إطار لجنة الفرعية للحماية الاجتماعية مع الأطراف الاجتماعية كان محور الحوكمة داخل السنديق الاجتماعية محور رئيسي موجود في وثيق التشخيص ومنشورة على المواقع الاجتماعية وأحيل إلى مجلس نواب الشعب وكل الأطراف المعنية بالحوكمة ما نقصده بالحوكمة؟ هو فما دي بريجوجي وفما الحوكمة في معناها العلمي والتقني فما العلمي والتقني وكما هو مدوم في العقد الاجتماعي ضرورة تعصير آليات التصرف داخل السنديق الاجتماعية مزيد من إرساء الممارسات الفضلة المعمول بها في دول العالم استعمار التقنية الحديثة وحتى على مستوى نرجع طول السياق العام أو السياق الشعبي في مقاربة الحوكمة وربطها مباشرة بالفساد أيضا كلما كانت هناك تجاوزات وجب التصدي لها بدون مواربة وبدون مجاملة نرجع لنقطة لأثرها سيد باشير فيما يتعلق ببعض من ذفرين الامتيازات المسندة إلى أعوان الصناديق الاجتماعية هذه امتيازات ترتيبية مسندة منذ سنة 1990 بمقتضى نصوص قانونية جاربها الأعمال المخذواج تحت الطاولة ثم كنقولوا منحة الضمان الاجتماعي لأيسي باشير هي توازمة تتحصل عليها هيك الرقابة أخرى منحة الاستخلاص في وزارة المالية أو منحة المراقبة أو منحة الإخلالات يعني هي حوافز تسند مقابل عمل هذه الأعوان داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي يعني هذا باش نسكر الباب منحة الضمان الاجتماعي كلمك منحة شوي انشائي الحالة اللي فيها طوى السنديق الاجتماعية والعجز اللي هي وصلت له طوى وبعد كل الحاكمة هي تعصير آليات التصرف وعطيتني ملقى واحد الحاكمة بشكل نعام هي أعطي نعارض الواقع مداما وصلت لليا فيها مداما فيما مشاكل بالنسبة لرقم نفقات التصرف متاع السنديق الاجتماعي وفق الوثيقة المتفقة عليها والممضات من الأطراف الاجتماعية لا تتجاوز 2% من الأعباء الجملية اللي تحملوها السنديق بعنوان خدمات الضمان الاجتماعي هذا المشكل لا 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 سمحني حاليا ما كملت فتقولي خذ بس هذا المشكل حابيت نقول باش نعطي صورة كاريكاتورية يعني باش نكون علمية دلالة في فرنك لا باش نكون نقول لك يا سيديكي ياخذ مبلاش لسنوات لن نتوصل إلى إنهاء العاجز تعالى السنديق الاجتماعي ثم نقول حوكمة أو فساد رو الفساد من ناحية القانونية يقتضي القيام بموارسات مخلة لقوانين نتكلم عن الشفافية أي حتى الشفافية والمساوات أي حتى الشفافية سمحني شوف سمحني الشفافية مقارنة بمنظومة قانونية موجودة هذا نص قانوني نافذ يقول لأعوان السنديق الاجتماعية ياخذوا منحة وصنüyorumة منحة الضمان الاجتماعي يا أخي تحب تحكي على الامتيازات المسنودة لأعوان المنشئات العمومية حط كل شيء عطاهم ما تخرج ليش الكلام متاعي من أنا ما قطلكش نحي هالم قطلك بالعكس دعم هالم دخل هالم في الشهرية متاحة ومتاحهم وادفع عليها المث læقالات متاع الزمن الاجتماعي يولي ياخد في 200 ديم هو ياخد محر ويدفع عليه هو عنده اbaumتياز لا أما اللي مش مقبول صندوق اللي نصبه فيه الناس الكل باش من بعد ناخده منه فما ناس تجي تاخذ منه مغير ما تصب وش معقول في بطاقة انت جبت الفيش دو بي في الفيش دو بي كيتاخذها تاوم 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 اي واحد يخدم في ثلاثة سنة ديقة اجتماعية وتزيده مركز البحوث رو فما اقتطاع من حتى الضمان جماعيات ايه اعتي هالو دخل هالو في الصالير دو باز في الانديمنيتي وخلص عليها السين الساس اعطي هالو هذا الاشكال يا هو يخصد انك يترجع له كيف ترجع له ليش ترجعه يزي مكون بشكل باقي في الانديم لا ما هو زاد حتى تكلمه معقول سي بشير ينتي كي غمولك بلاش على مدى السنوات وميش بش ناحية العجز ملا هو اذا كان فيه سينا موزيد احنا ما نكملوش المسألة سينا سير هذائه مردود وما هوش معقول جي تقولي ما الناس الكل اللي ما تخذي ما ناس شهرية متاحهم ما تمثل كان واحد والاثين في المياه ما يسألش خلي يخدموا بلاش ولا اعطيهم عشرة مرة تعرف في المعايير دولي شو كنت سنديك ووقفت في المنحة ليوم يخدم فيها معايير دولي سيبشير خمسة بالمئة معام مدير عام في الإدارة تو سمعني سؤال تضر معام مدير عام في الإدارة بش يكون عنده امتيازات حقيقة ان تتماشى والمنصب متاعه والمنقدر متاعه والخدمة متاعه معناها كرهبة ويصنص والكل يستهلهم بتحطيهم له أما يكونوا واضحين أما مش تقولوا ما تخلصش الأداءات تعرف السيني السلس وقت اللي تدخل المؤسسة خاصة أول حاجة تشوفها مش كانت لصالير أي شي تلقاك شارية حاجة لهنا وما عندك شي فاتورة من عنده تحسبها كمبليمونت صلاة وتخطيك عليه هذا الإشكال وليدين ماذا بينا يا سيدي أدميطان أدميطان سيبشير للا أدميطان سيبشير تعرف عجز الجيرايات 2016-2017 قداش سيبشير عجز الجيرايات في صندوقي الضمان اجتماعي 3800 مليار تعرف لو ما علوش حتى أصلاح دوميطان قداش 18000 مليار تعرف الحاجيات الإضافية للسيني الابيس لو كانوا معمليش هالإجراءات هذه العام الجي والعاملين بعده تصل ل2500 مليار دو بلوس يعني محتاج التدخل من ميزانية الدولة 2500 مليار أخرى في شنجم يدفع الجيرايات في سنة 2020-21 أعطيكم الساحة لكن عملية التسقيف هذه بتاع 2% متراش فيها نوعا ما من الحيف ومش تقول لك لا لا 2% من النفقات بتاع السناديق مقارنة بحجم مداخين السناديق مش تسقيف سمحني سيحافظ كي حسبنا قلنا هات هالحوكم هات نفرق الرمي ونتم ساححت ومبعادها مش تسقيف سمحني هاتم فسرك شنو سات لا مش قلنا ما تفوتش لا حسبناها في الواقع قداش حجم حجم المنافع اللي تسديها السناديق ما معنى تبش نبسط قداش تدفع الكنام كل شهر في العام تسل 2000 و 220 مليار السناديق الاجتماعية هو تقريبا حجم الخدمية اللي تعطيها السناديق الاجتماعية قريب 10.000 مليار يسوي 10% من البي اي بي 10.000 مليار سنوين قلنا هات نشوفها 10.000 مليار هذوما قداش نفقات التصرف متاع الأعوان والمصاريف اللي ياخذوها والأجور والمصاريف بالمقارنة مع هذا تمثل 2% المعايير الدولية في الحو كما تقول أنه لا يجب أن نتجاوز سقف 5% وقلت لاتفقت وصححت هناك كونستاتي مع بعضنا أنه بالحساب بشقة تقض في 2% لا 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 يعني ستان كونستات والصوت الأطراف بالحساب وبالمنطق وبالتحاليل الاقتصادية وبخبراء أنه نفقات التصرف هذه والفزع هذه نستعملها على مستوى معانتها التصرف وسوء التصرف في كستيرا رهو نفقات البرسونيل والنفقات التصرف لا تساوي سوى 2% من حجم المنافع يعني كما قلت تقبيل السورة كاريكاتورية لو يقعدوا ويخدموا بالسنوات بليش بليش أعوان السناديق لن نتوصل إلى استعادة العجز وهو بالإجراءات هذه وعلى أهميتها وقلت لكم أنه تقعد حاجيات إضافية للتمويل ولكن حاجيات مقبولة وقادرة أنه نسيطروا عليه طيب شنوما الإصلاحات اللي لازمها تنسحب على السين أساسي على صندوق الزمان الاجتماعي موش على التقاعد أولاً بنسبة للتقاعد في القطاع العام طبعاً تم الإقرار الترفيع في سن التقاعد نحل القوص بسرعة واحد جوليا 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 اللي بشيوصل في الفترة هذه 60 سنة بشي تزيد العام آلياً آلياً إجبارياً نعم وقبل ما يخرج بستة أشهور له أن يعبر عن رغبته في الترفيع في السن متاعه بالسنة أخرى أو سنتين أو ثلاثة أو أربع سنوات السقف الجملي بعد واحد جام في 2020 يتم الترفيع في سن التقاعد لمن سيغادر انطلاقاً من واحد جام في 2020 بسنتين إجبارية واضح وقبل انقذاء السنتين الإجبارية بستة أشهر أيضاً يقدم مطلب للمؤجر متاعه يقول نحب نزيد عام ولا عامين ولا ثلاثة من اللول يحدد نعم من اللول يحدد أنا 65 هو سقف بالضبط يعني صحة السقف هو 62 إجباري و65 إختياري الملاحظة قانونية ثانية المطلب اللي عمره الموظف راهو نهائي وغير قابل للرجوع فيه ما يقولش عام ولا يعجبتني نحب نزيد عامين وإلا عامين ما عجبنيش الجو تتليل المؤجر في الموافقة وعدم الموافقة على هذا المطلب بالنسبة للمساهمات كما فسرتكم لكن القانون ينص على أحكام انتقالية هامة على سينر بيس سينر بيس سينر بيس سينر بيس ينص يقول الناس اللي بشوصلوا للتقاعد بين الفترة الفاصلة ممكن تسأني تقولي واللي بشوصلوا للتقاعد بين تاريخ نشر القانون وقبل واحد جويل يشي يعمل هذا ما يختاروا مغادرة أو تقديم مطلب يقول نحب نزيد في سنة التقاعد من سنة إلى خمس سنوات ديما السقف الجملي خمس سنوات بتبيع مع بعض الأحكام الانتقالية الأخرى وبالنسبة مع أحكام مالية كما قلت 2% على كهل الدولة على المؤجر يتفحها حالة صدور القانون لسينر بيس والواحد بالمئة على كهل الخدام واحد جان في طيب بلاي خلنحكي بلغة بسيطة شوية نسبة البطالة متاعنا 16% الوظيفة العمومية توم سكرة على الشباب وعلى الطلبة اللي يتخرجوا من المعاهد ومن المدارس بنسبة لهم فما أمل أنه في خرج وزمعة من التقاعد هوك على الأقل فما بلايسي نجم واحد يقدم ويتحلوا لكونكور في المؤسسات العمومية يهكها وزدت وسكرتوها أكثر تولي معاش فما نسبة البطالة 16% نجم تزيد تتفاقم أكثر هو المعادلة بشكل بسيط خلوه بس الوظيفة العمومية نجيبك بكل وضوع نجيب داخل الملين حتى دراسة علمية أثبتت أنه وجود علاقة بين التمديد في سن التقاعد والتأثير على التشغيل في القطاع العمومية لماذا؟ نحن اليوم في كتير فتاع الوظيفة العمومية يتعرفوه لكل وصل المرحلة من الساتوراسيون والإشباع يعطيك صح اللي مش بالضرور اللي خارج التقاعد بشتعوضوا بأتي دابات وأنتم تروا في سياسة سنوات الأخرى سياسة دابات بقيت في بعض القطاعات اثنين الدخول المتأخر للوظيفة العمومية يفضي إلى ضرورة التمديد في سن التقاعد لتحسين حاصل الجيرائي متاع المعني اليوم معدل الدخول للجيرائيات وكان مش تخليه يخرج في 60 سنين تو تلقى حاصل الجيرائي متاعه هدهش معدل العمر تعد الدخول تو تقريبا نتصور يا رجل في الاربعين حتى 30 سنين ربي ثم سؤال مهم شكل بل منتعد داول السنة الساس قد يقول قايل اندرى هالقانون بشير النور ولا بمش بشير النور انت عندك 45 ناية يبقوا بالطعن فيه في هائة المسطورية القوانين اذا السؤال يطرح نفسه العملية هذه نجبش تصير لنا كيه مسار قبل في قانون مالية ولا في غيرها ملاشية ما لا تعون ديما عادة هو تعن تسلط على فقرة ومصابنا توضح على فقرة على الفقرة اللي كنت نحكي لك عليها تقول انه اللي بش يوصل لسنة تقاعد بين الفترة الفصلة بين تاريخ نشر القانون والترونت جوان 2019 يمكنهم الاختيار بعض من النواب المحترمين رأوا ان هذا الفصل فيه تمييز باعتبار انه يفتح الباب للبعض ليختار دون اخر ولكن ببساطة وببداية قانونية اي قانون عنده منطلق في الاجئة الامتاع بش تلقى توجد ناس تقول لك اللي قبل بنهار انا تظلمت ثم هنكون واضح وصريح لانه اثير الاشكال حول قطاع محدد معني بهذه الاحكام القضاء القضاء نعم التمديد للقضاء والحال انه احنا كناس مسؤولين على قانون الضمان اجتماعي كوزارة وكحكومة قدمت قانون للتقاعد ننظروا لها ببساطة انه كل ما تحل فما فئة يمكن ثلاث الاف ولا اربع الاف وواحد كانوا مش يخرجوا للتقاعد كي بش يقعدوا يواصلوا يخدموا ويمدوا في السن بتاعهم انا كسين ربي اس ربحت جيريات مصرفتهمش وربحت مساهمات دخل ثم سمحني في وسط اربع الاف متقاعد قطانسيالة دوم الموجودين في الفترة من صدر قانون حتى واحد جويل نعم ثلاث الاف اربع الاف فهم القاضي محترامي لكل المهن فهم الحاجب في الادارة فهم مدير فهم كل المهن القاعدة القانونية نعرفوها ديزابيسية هذه عامة ومجردة وغير مشخصة صحيح احنا كي قلنا من سيبلغ التقاعد خلال هذه الفترة طبيعي نقول ناشي القاضي والمعلم وا 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 عامة ومجردة واضح داخل فيه تمركز القوى معناها السياسية داخل اللي معناها القضاء نعرفوها مليح معناها كل تيارات سياسية كل واحد نقبله ما كيما قال لك وعد ما نقبله شخص لو احنا كل سلك طيب خرجي وطول الضمان الاجتماعي ما هو التشخيص اللي عملته بالنسبة للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي ايضا في نفس التشخيص كما قلنا وقفنا على أسباب العاجز اللي تقريبا تشترك عوامل ديمغرافية ولكن هناك عوامل أخرى على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عوامل تتعلق ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى المؤجرين سواء قطاع عام وقطاع خاص دون تمييز قديش عندك النسبة قديش الديون ديون الرقم تقريبا 4.000 مليار كأصول ديون و1000 مليار خطايا دونك 5000 مليار ولكن نحل القوس لتدقيق هذا الرقم أنه تقريبا فيه دين كبير وحجم كبير من الديون أصبحت غير قابل الاستخلاص لأن نضفوها فما مؤسسة متوقفة عن النشاط لأخرى غادرة تونس لأخرى شركات مسادرة يعني استحالة الاستخلاص سؤالك وجيسي حافظ تقولي نضفوها الإشكال أنه يلزمنا نص قانوني يتعلق بلاد ميسيون عن نوفالور يخول للصندوق التخلي عن هذه الديون في نسق هذه الإصلاحات نحن بإصادة إعداد مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي نص قانوني يعني يزبط في قانون مالية ولكن تم اعتبارها كأنها سنقوم بتنقيح القانون عدد 60 عام 1960 ما تنقحش قانون الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بمناسبة مراجعة عديد الأحكام في اتجاه ضمان حقوق المؤجر والأجير ولكن أيضا في اتجاه إقرار هذه الأحكام حتى يتم تنظيف 30% بتاع السينس كيفاش ما بشتنقه بشتنقه ما بشو ديما في الحاكمة أو التواجد لا بشنقلك عدد على محاول الإسلاح تكسح في طر لجنة الفراعية تم الاتفاق على المراجعة من تاعة التقاعدة ونصولها في القطاع الخاص هالأمر ذي المش يصدر ولكن كما قلت على توسيع التغطية تحسين الاستخلاص تعزيز هياكل للرقابة وحتى بانتدابات للمراقبين توسيع التغطية نحو العاملين في القطاع الموازي مع تلان فورميل ثم ردع أشكال معنتها التهرب وعدم دفع المساهمات والنقص الحاصل في التصريح بالمساهمات وأيضا ثقافة الضمان الاجتماعي إرساء ثقافة الضمان الاجتماعي ما هيش مسؤولية صندوق الوطني الضمان الاجتماعي وإنما يجب أن تكون مسؤولية تعد دولة ككل نحن نشوف في بلدان مقارنة أن الضمان الاجتماعي يكاد يكون هو المدخل الرئيس للاستفادة بأي خدمة عمومية تكون أمورك واضحة مع السين السياس تأخذ امتيازات وحوافز وإعفاءات وتأخذ حتى رخص وتأخذ حتى ساعات إجراءات إدارية كمواطن بسيط يجب أن تنتفع بها أول سؤال يسألك شنو وضعيتك لجهة الضمان الاجتماعي يجب كذلك كل تعمل في وثيقة تشخيص بسميناها رافعات معانتها مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي وكما قلنا قاعدين نخدم عليها وخاصة كما قلت الاستخلاص والمراقبة لأنه حجم كبير من الديون لدى القطاع الخاص والقطاع العام لفايد ما أفهم أموك كاني كبير برشا في حجم الجزنية نظر خاص بالمتقعدين كما أحكي سيل بشير بالنسبة للتقعد يقول لك التوازن مثلا ماش توازن بين السير نكون واضحين أي إصلاح في السياقات عجز متراكم لأنظمة الجيريات في القطاع العمومي والخاص ما نشبش نعمل معت اللي 80 شردوه 90 مع المحافظة على الحقوق المكتسبة بتاع المتقاعدين اللي خرج في التقاعد الأسلاح نعم يعني معاه يجب أن يكون في اتجاه تقريب وتوحيد الأنظمة ولكن يجب أن يوافق بين معت متطلبات المحافظة على الاستدامة المالية للصندوق والجيريات والمحافظة أيضا للحقوق المضمون الاجتماعي بالنسبة للسنة سيسراء وبشي تم اعتماد نفس مرحلية بتاع التدرج على مستوى المساهمات وعلى مستوى الترفيع في سنة التقاعد ولكن معاه خصوصية بالنسبة للترفيع في سنة التقاعد تم إقرار أن الترفيع في سنة التقاعد سيكون جباري بالنسبة للرجال ومبدئيا استثناء للنساء المرأة يعني تقطع الخاص من الستين إلى الاثين وستين اختياري مش جباري نجمة تقول لك تحب نخش في الستين نجمة تقول لك تحب نخش في الستين لكن بالنسبة للرجال بعد الاثين وستين والنساء أيضا بعد الاثين وستين التمديد عادي جدا بشيكون بموافقة المؤجر لأنه قطاع خاص لا معناها من ستين لاثين وستين إجباري للرجال للرجال مش للنساء للنساء بعد الاثين وستين تشريعات تهم النظام لأنه موافقة المؤجر فما حاشين استثناء للنساء والمهن اللي متعبة زادا. فيه متعبة اللي هو ستين يكملهم بالسيف كل سنة. هذا الموقف هذا المقترحة بتاعنا مخصص اليوتيكا. وبالنسبة لفوق السنتين لولانين يلزم موافقة لمؤجر أخبر كل شيء. طيب هاو احنا ملاذنا. العامين لولانين والا بعد. العامين لولانين استثناء بالنسبة للنساء وبالنسبة لأصحاب المهن المهن المتعبة. المتعبة. من بعد بالنسبة لتلس سنوات هذوكم يلزم موافقة المادئية بتاع المؤجر. أنا نحب نسيك سويلسي بشير. بالنسبة لكم منتم مؤسسات الخاصة لكل بالأساس معناها تعمل على زادة على الجهد البشري. ما نقولوش على الذكاء والعمل الواحد. لكن ثم العمل البدني اللي فيه فيه دور كبير. وبالتالي حتى المراكمة بتاع الخبرات. الصحيح تكون عندها دور إيجابي برشة في الإنتاج وغيرها. لكن مش تنصل في فترة معينة مع التقدم في السن. معناها الضعف الإنتاج بشي ضعف. بتاع الناس هذو ما اللي يخدموا عمل يدوي. وبالتالي هلم المصلحة للبؤسسات الخاصة. أنها تقعد تشغل أكثر ما يمكن سنوات. وبالتالي معناها ما عاش عندها مردودية إيجابية لها. وعندها مرتبات وجور مرتفعة في نفس الوقت. وإلا تراوة لأنه يكون عندكم رأي خاص. قولوا مثلا. أحنا تعطيونا إمكانية أن نوافقه على التمديد من ستين إلى ستين وستين. وقبل ما نمشيه مباشرة في التمديد الآلي معناها. هي لجنة مشتركة. وفي إطار العقد الاجتماعي. وهذا نتفق على مبادئ قبل كل شيء. اللي شاهد في الاقتراحات الآن هو الاستثناء بالنسبة للإنساء وبنسبة المهند المتعبة أما الأخرين السنة أو سنتين باش يمشيوا مباشرة كيفما القطاع العام. أما بعد السنتين هذوكم إجباريا يجب الموافقة بتاعنا. تقول لي أنت إش بش تعمل بهم وكل فما ناس اللي تبدأ تخدم وهو مهوش باش يقعد في المستوى معين باش يطلع باش يوالي يونكادرر باش يوالي فورماتر باش يوالي حاجات من الواحدية طيب برب يشكل هذاية ترى اللي عنده نعكسات باعد على الانتدابات ولا لا تعال الناس البطالة هذي الكل. خطرحنا ملاذ داري خطاع الخاص كيفما خال إذا الوظيفة العمومية. خطاع الخاص ما نغطيوش عين الشمس بالغربال مبني على الربحية وقت الله عندك سوق وقت الله عندك إنتاج وقت الله عندك مردودية وقت الله عندك تاخذ ماذا بنا لو كان نمشيو الفلكسيبيليتي هذا صحيح لكن في إطار هيكلة عامة ومساواة نمشيو مش قوله لك شوفه كان مصلحة المؤسس مواجهة أصحاب العمل دايمومة المؤسسة مبنية على عناصر نحترمها ونمشيو فيها طيب بلاي خطم ما زالوا أربع دقائق خهمني برشة ضد موقف الاتحاد تونسي لسنة والتجارة والسنة التقليدية مما يحصل حاليا على مستوى الزيادة في أسعار المحروقات والاحتجاجات تجاه هذه الزيادة خاصة من الجامعة العامة للنقل ومن كثير من المواطنين عندها تأثير على المؤسسة الاقتصادية التونسية وإلا لا وشنو موقف الاتحاد من هذه الزيادة؟ طبعا عندها تأثير وإحنا نددنا به حقيقة انتفاجأنا ورأوه لي ما هوش في وقته وما أقول مبررة تلي قد متها الحكومة كلها مرفوضة للأسف الشديد كل ما قال فيما يخص السعر فيما يخص البرميل فيما يخص قيمة الدينار إذا نحس بواته وما نلقوه شي الموقف كانت واضح في البيان هو الرجوع في الزيادات بالكامل جاوب رئيس الحكومة قال لك ما فهمهش هو الرجوع في الزيادات منحقه منحقه ما يش نعمله؟ لا لا يش نعمله هذا شنو اللي يش نعمله هو قطاعات قبل كل شي نحن المطلب منتعنا بقي متماسكين بالرجوع في الزيادات هذه بالكامل وقال فيما قطاعات كما النقل اللي يخذوه إجراءات يروحوا خذ كل قطاعه مش كل قطاع واحده أما المبدأ زيادة في الكلفة يقبلها زيادة في الأسعار ومش من حق الحكومة باش تضغط على المؤسسة وتحافظ على الأسعار على حساب الانتاج هذا مش ممكن الكلفة الموجودة هذا كلمة واضحة أنا بش ترصي عند المواطنة بش ترصي عند المواطنة الزيادة اللي تزادتنا هم في الكلفة تزاد مش بش ترصي عند المواطنة مش ديما المواد المدعمة بش ترصي عند الحكومة هي الدولة يا أخي المواطنة مش تعطي منها ومش ترجع منها موال مواطن كيف كيف وزيد حاجة أخرى المشكلة الأشكال الكبيرة بل قلنا الاختيار بتاع الوقت ما هو شي صعب مناسب وحتى التواصل ما كانش كيف ما يلزم تويكة توفي التواصل لو نكلموا على ثلاثة وأربعة زيادات أخرى فين مش نمشيوه طبعا أحب ذال وكانوا يقول لنا اللي موجودين حبوا من طلعوا المزوط الدينارين وخمسمية وخلنا نقعد لغطور دون طابل ونشوفوا شنو يلزم وشنوما الإجراءات لناخدهم بالطريقة هذه الفلاحق قال ترجع عندهم ينريستور ما باش يطالبين أما باش الرستورن هذيك تنزاد ولا حاجة من نوع هذي فأما القطاعات اللي ممكن تتحمل تتحمل اللي عندها مردودية ممتازة فهي حمداء أما الأخرين المنتوج هو اللي باش يتحمل المنتوج يقع تسويقه وألا لا وإلا يضمحل وهذا ممكن يسر العديد الصناعات اللي استحق أكثر طاقة لإنرجي فار باش يأكلوها موش أصناش في المياه باش تأكلو فما بعض الصناعات كنت تستهلك أربعين في المياه من الطاقة شوف التأثير بلحش كون باش يصير ولذلك هذن وثم ثلاثة زيادات ثلاثة زيادات دميد السويت هوا ثلاثة زيادات نعم ثلاثة مية وخمسين مليون بالنسبة للمزود لا 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 حكي تزاد على الطاقة على الكهرباء خمسين في المياه خمسين في المياه هل يعقل هذن صلتين ايشنو باش تقدمك الجامعة العربية دي متندوك هوا مش عموم يابلو يا باشي شجافيه جماعة النقل لا باشي شجافيه على الفلك على الجيج بطريقة جماعة النقل مهمش بشي يندو برد طيب هوا كي قاد هوا مو بحاجات طيب مسؤوليتهم واضح سلمية وفي نتاق القانون هذا شي نقولوله واضح واضح شكرا لك سيبشير سؤال بإجازلين ومعشان لوقت نختمو به عندكم شي بريفزيون هالسنديق الاجتماعية من خلال جملة الإصلاحات اللي تمنوين ومنوين تطبيقهم على مراحل قداش وقت باش تنتهي مسألة وضعية السنديق الاجتماعية وتتحلل المشكلة بتاعه أولا الإصلاحات في مجال السنديق الاجتماعية لا يمكن أن تكون إصلاحات توافقية مع الأطراف الاجتماعية حتى قبل الثورة ما فميش حتى منظومة متحكم قادرة أنها تفرض إصلاحات وحدها يجب التوافق مع الأطراف الاجتماعية الإصلاحات يجب أن تكون متدرجة وكما قلت توافقية بالنسبة للسندوق الوطني الضامي الاجتماعي وفق التقديرات والدراسات الاستشرافية حال إقرار هذه الإصلاحات والسنوات القادمة نتائج المالية ستكون أفضل بكثير مما هو الحال عليه وأفضل من السندوق الوطني للتقاعد والحيط الاجتماعية بالنسبة للسينر بيس كما قلت سينزل الحاجة إلى سيولة إضافية إلى أرقام معقولة ومقبولة ولكن هذا لا ينفي ضرورة اضطلاع كل الأطراف مسؤوليتها ومواصلة العمل على الإصلاحات وخاصة نقطة هامة جدا العمل على تنويع مصادر التمويل عدم الاكتفاء فقط بالرفع من المساهمات على الدولة ولا على الأجير وإنما البحث عن مصادر جديدة عن موارد جديدة لتمويل السندوق الاجتماعية للتوفيق بين المحافظة القدرة الشرائية وقدرة التنفسية المؤسسة واضح شكرا لك كمال مدوري مدير عام الزمان الاجتماعي شكرا لك شباشير بوجدي على التحطة للسنعة والتجارة والسنعة التقلدية حافظ هذه الساحة نتقابلوا الأسبوع القادم في حلقة أخرى من رأيهم في رأيتهم على خير اشتركوا في القناة